اشتركوا في القناة اصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 11 ديسمبر عام 2024 إلى 12 مارس عام 2025 اختتمت صاديرات البحرين بنجاح النسخة الثالثة من مبادرة اسبوع الصاديرات التي جاءت بالتزامن مع الذكرى السنوية السادسة لتأسيس صاديرات البحرين واستمرت المبادرة طوال شهر نوفمبر متضمنة سلسلة من الانشطة المتنوعة وورش العمل والجلسات التفاعلية التي ركزت على تعزيز الوعي بفرص التصدير وتمكن المؤسسات القائمة في البحرين من التوسع في الاسواق الدولية وشهدت النسخة الثالثة من اسبوع الصاديرات اقبالا كبيرا حيث استقطبت اكثر من 500 مشارك من مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك العديد من اصحاب الاعمال والمستثمرين والشركاء المحليين والدوليين كما شارك في تقديم الفعاليات اكثر من 20 متحدثا من رواد الاعمال والمؤثرين والخبراء الذين اضافوا قيمة بخبراتهم وتجاربهم وقصص نجاحهم مما يعزز فرص التوسع دوليا للمشاريع القائمة بالتعاون مع عدد من الشركاء منهم وزارة الصناعة والتجارة وصندوق العمل تمكين وجامعة البحرين والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار واعتمان الصاديرات وغيرهم والآن نترككم أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى على مستوى في 6 أسابيع يوم الاثنين بقيادة شركات التعدين والسلاع الفاخرة وصناعة السيارات بعد مؤشرات على تدابير تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد الصيني وصاعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% متجها إلى تسجيل مكاسب لجلسة الثامنة على التوالي وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2% إلى مستوى قياسي كما ارتفعت أسهم شركات التعدين وشركات صناعة السيارات شديدة التأثر باقتصاد الصين 1.6% و0.7% على الترتيب أظهرت بيانات بنك اليابان المركزية الصادرة يوم الاثنين نمو قيمة الاقتراض المصرفي في اليابان خلال النوفمبر الماضي بنسبة 3% سنويا إلى أكثر من 600 تريليون يون وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاعه بنسبة 2.6% وهي نفس نسبة النمو في شهر أكتوبر ترجمة نانسي قنقر